اهلا بحضراتكو من جديد نروح بقى لاخبار الناشئين في الصحف والمواقع وهنبتديها مع فريق 2001 فريق الشباب بالنادي الاهلي فريق الاهلي موليد 2001 يفوز على البطل الولمبي 7-0 وديا احرز اهداف النادي الاهلي جلال فارس هدفين محمد رضا وعلي عمر وهاني عمر وحسام يسين وعلي نادر منتخب الشباب يفوز على الكويت وديا بثلاثة اهداف مقابل هدف في استاد المكس بالاسكندرية وايضا منتخب مصر الولمبي يهزم بينين 2-0 وديا كانت المباراة الاولى انتهت بالتعادل السلبي والمباراة الثانية فاز منتخب مصر 2-0 احرز اهداف منتخب مصر اياد عسقلاني واسلام المزايد الخبر بعد كده الصفقة الثالثة بين الفريقين مصدر ليلا كورة الاهلي يعير وليد مصطفى الى الداخلية بالمناسبة وليد مصطفى ده من اللعيبة المميزة كان في غزل المحلة دي صفقة الثالثة اللي عارى لنادي الداخلية سابق قبل كده مصطفى فوزي وميده حسام كل التوفيق لولدنا في فريق الداخلية امام محمدين يعلن استقالاته من قطاع الناشئين بالاتحاد السكنداري خسارة كبيرة جدا استقالة الكابتن امام محمدين قام كبيرة جدا وعين خبيرة جدا في قطاعات الناشئين كل التوفيق للكابتن امام وايضا كل التوفيق للاتحاد السكنداري امام محمدين